بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في رحاب سورة المعارج ووصلنا إلى قول الله تعالى تدعو من أدبر وتولى وسبق أن تكلمنا في الحلقة الماضية عن قضية علم الله سبحانه وتعالى بأهل النار وتكلمنا شيء عن موضوع علم الله المسبق وقدر الله سبحانه وتعالى في الأشياء وتوعدنا أننا سنتكلم إن شاء الله عن هذا الأمر في توسع أكثر في آية أخرى عندما نقف مع بعض الألفاظ القرآن التي تتكلم عن مثل هكذا موضوع تدعو من أدبر وتولى قلنا أن النار تدعو أهلها وتدعو من خلقهم الله لها واختلف أهل العلم في المراد أي كيفية حالة دعاء الكاثرين أي كيف تدعو النار الكاثرين فذهب العلماء والمفسرون في ذلك إلى أقوال القول الأول الذي سنذكره هو الذي عليه العمدة وعليه قول أكثر أهل التفسير وهو الحقيقة في ذلك قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلقوا في جرم النار صوتا وكلاما فتتكلم وقد ورد ذلك عن ابن عباس أيضا قال تدعوهم بأسمائهم أي أن النار تعرفهم بأسمائهم فتدعو كل إنسان باسمه حتى ورد عن ابن عباس قال تقول يا فلان يا منافق يا كافر أقبل إلي تعال وذكر ابن كثير قال وقد ورد عن السلف أنها تلتقطهم من بين المحشر كما يلتقط الطير الحب كيف الطير يلتقط الحبوب التي في الأرض منثورة كذلك جهنم تلتقط الكاثرين التقاطا كما يلتقط الطير الحب ربما البعض يقول يعني كيف تتكلم النار نحن سبقا قلنا أن الإمام القشيري قال يعني من سمع عن الآخرة ورأى ما سيكون فيها سيرى عجائب كثيرة لأن قوانين الدنيا تختلف عن قوانين الآخرة في الآخرة هناك القانون مختلف تماما حتى في الحياءة وفي الموت وفي أشياء كثيرة يعني أشياء كثيرة لا تنضبط على قانوننا ولذلك لاحظ أن الله سبحانه وتعالى عن النار مثلا ذكر على أنها تختصم وقد صح في الحديث حديث البخاري أن اختصمت الجنة والنار إلى ربها فالجنة اشتكت بماذا أنه لا يدخلها إلا الضعفاء وسقط الناس وضعفائهم واشتكت النار أنه لا يدخلها إلا المتكبرون والمتجبرون وغير ذلك فكان الحكم من الله سبحانه وتعالى لهما بأنه قال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل منكم ملؤها إذن معنى هذا أن النار تشتكي وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن النار ترى قال إذا رأتهم من مكان بعيد أي أن النار ترى وكما قال في قول الله تعالى وبرزة الجحيم لمن يرى أو قيل لمن ترى يا محمد وقيل أنه يعني النار ترى في ذلك الموقف فجهنم تنظر وترى وتتكلم كما قلنا اختصمت الجنة والنار وتدعو كما ذكر في هذه الآية تدعو من أذبر وتولى وتترصد كما قال إن جهنم كانت مرصادة للطاغين ما آبى أي أن جهنم تترصد الكافرين وأن جهنم تتغيض وتسفر قال سمعوا لها تغيضا وزفيرا أي أنها تتغيض وتسفر وكذلك جهنم لها من الأحوال الكثيرة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه إذن لا نستغرب أن تكون الجنة والنار أن تكون تدعو الكافرين وهذا هو القول الذي عليه أهل التفسير في أن النار يخلق الله فيها القدرة على الكلام وحتى جهنم تتنفس كما ورد في الصحيحين أيضا أنه استأذنت النار ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين فأذن لها بنفس في الشتاء ونفس في الصيف فأقصى ما نجد من برد الشتاء فهو من نفس جهنم الزمهرير وأقصى ما نجد من حر الصيف وهو أيضا من نفس النار إذن معنى هذا أن النار هذا المخلوق الذي خلقه الله يعني تجره الملائكة سبعون ألف له سبعون ألف زمام لكل زمام الزمام مثل يدة القدر أو زمام الناقة معروف يعني اللجام للفرس والزمام للناقة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك هذا المخلوق العظيم الذي تجره الملائكة يتنفس ويرى ويتكلم ويتخاصم ويسفر ويغضب وغير ذلك من الأمور فكلها هذه يعني تحمل على حقيقتها كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه هناك من منفسرين من حمل كلام جهنم ودعوة جهنم إلى أنها دعوة ملائكة جهنم الملائكة الزبانية الموجودون في جهنم هم الذين يدعون الكافرين على طريقة حث المضاف أنه يعني زبانية النار هم الذين يترصدون وهم الذين يغضبون وهم الذين يعني يتكلمون وقلنا الأول هو الأولى ومنهم من حمل يعني دعوة الكافرين كما ذهب إلى ذلك ثعلب اللغوي يقول أن الدعاء هنا على معنى الإهلاك أي تهلك من أدبر وتولى وليس على معنى الدعوة يعني يقول أنه هنا العرب تقول كما ذكر ذلك الآلوس أيضا قال أنه العرب أيضا تقول دعاك الله أي إذا أهلكه إذا أهلكه الله يقول دعاه الله إذا أهلكه ومنه سمي الدواع الدهر دواع الدهر قال صروفه العجيبة وصروفه الشديدة في إقاع الألم والغضب حتى أورد يعني الألوس بيتا من الشعر هكذا يقول دعاك الله من رجل بأفعى إذا سرت العيون إذا نامت العيون سرت عليك نعم فالدعوة أيضا منهم من قال على معنى الإهلاك كما ذهب إلى ذلك ثعلب و هناك من قال أنه حقيقة ليس هناك داع ولا مدعو إنما مثال حال جهنم حال من يدعو حال من يدعو يعني تدعو بحالها لا بمقالها لا باللسان إنما تدعو بحالها عندما تكون يعني تترصد الكافرين وتتلقاهم يعني كما ذكر في قول الله تعالى فأمه هاوية تحتضنهم وتتلقاهم وتترصدهم ترصد الأم لابنها وهذا هنا صورة معكوسة طبيعية معلوم الصورة معكوسة المراد كما قال فأمه هاوية من الأقوال التي ذكرها الإمام الطبري قال أمه هاوية أي جهنم تكون كأمه أي تحتضنه ولكن هذا الاحتضان ليس كاحتضان الأم بالرحمة والشفقة والحنان إنما هذا احتضان فيه شدة وفيه ألم وفيه عذاب شديد ومنهم من قال أيضا عن دعوة جهنم في قول الله تدعو من أدبر وتولى قال إنما هذا مثل ضربه الله للكافرين أنه يعني مآلهم إلى النار مآل الذي ذهب بدعوة إليها كأنه حاله حال من دعي إلى شيء فذهب إلى تلك الدعوة قال تدعو من أدبر وتولى هذه الصورة الشديدة العظيمة في غضب النار وخروج عنق من النار كما ورث في الصحيحين يعني يدخل على القلوب قلوب الكاثرين في ذلك الموقف العظيم في ذلك الهول الشديد فكله حقيقة تعظيم وتهويل لموقف عصيب يمر به الكافر عاذنا وعاذكم الله قال تدعو من أدبر والإدبار الإدبار كما قال ابن عشور قال الإدبار هو إذا جعلت الشيء وراءك وراء ظهرك فيكون ذلك قد أدبرت عنه والإدبار كما قال الإمام الراغب أن تجعل الشيء دبرك أي وراء ظهرك فذاك الإدبار والإدبار غالبا غالبا يأتي في القرآن الكريم على معنى الذنب على معنى الذنب إذا حسب السياق طبيعي يعني أدبار النجوم هذا موضوع ثاني ومعنى ثاني لكن إذا جاء للإنسان فيأتي في سياق الدم لاحظوا في قصة فرعون ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات قال ثم أدبر واستكبر أعفو عن الوليد المغيرة قال ثم أدبر واستكبر وقال عن فرعون في سورة النازعات قال ثم أدبر يسعى أدبر يسعى وحقيقة هو لم يدبر ليسعى يعني ذهب أقبل ليعمل ليعمل على مخالفة موسى لما جمع السحرة واختار يوم الزينة وغير ذلك فهو أقبل على هذا الأمر ولكن القرآن وصفه بأدبر قال بعض أهل التفسير من أهل اللطائف قالوا لأن الإدبار لأن الإقبال فيه وصف مدح فما أراد الله أن يجعل لفرعون ولو كلمة واحدة فيها مصف مدح فوصفه بماذا بالإدبار ولاحظوا جمالية الأمر يعني أدبر يسعى أدبر يسعى ما قال أقبل يسعى وإن كان السياق يعني المفهوم لنا يقتضي أنه أقبل لسعيه ضد موسى ولكن القرآن وصفه بأدبر لأن وصف الإدبار يليق بأمثال فرعون ولذلك ما وصفه بوصف مدح ولذلك لاحظوا في القرآن كثير عندما يغير بعض الألفاظ بعض الألفاظ يغيرها القرآن لالتفاة دقيقة ولمحة جميلة جدا لاحظوا لبض الزوجة مثلا فيه شيء من المدح على معنى الاقتران والمقاربة وغير ذلك فحتى مع امرأة أبي لهب ما قال زوجته قال امرأته حمال الحضب لأنه لفظ الزوجة ربما يشعر بشيء من الثناء والمدح عليها والسياق لما كان سياق غضب وسياق انزال العقوبة عليهما على أبي لهب وعلى زوجته أو على امرأته ما ذكر لفظ الزوجة القرآن إنما ذكر لفظ المرأة ولفظ المرأة والزوجة فيها معاني كثيرة لست بصدد الكلام يعني عنها في هذه الآية والإدبار كما قلنا هو يعني النظر في دبر الأمر ولذلك أفلا يتدبرون القرآن والتدبر هو النظر في دبر الأمر والتفكر هو النظر في أوله والتذكر هو استدعاء أمر قد ذهب عن ذهنك فتستدعيه فنقول تذكرا لذلك لاحظ القرآن ينتقل بين يتدبرون يتذكرون يتفكرون كأنه على هذا المنوال فإذا ذكر الإدبار في التفكر على أنه النظر في عواقب الأمور يعني ممكن انبسط الأمر لكم نقول إذا أردت أن تشتري بيتا أو سيارة مثلا فإذا فكرت في جمع ثمنها وكيف تشتري هذه الدار أو هذه السيارة فأنت تتفكر في أمر الشراء إذا فكرت أنك لو اشتريتها هل أنها تباع في السوق بسرعة أو أنها لا تباع فهذا ماذا يسمى؟ يسمى تدبر أي أنك نظرت في دبر الأمر أي كأنك نظرت في دبر الأمر أي نظرت في عواقب الأمور نعم فهنا تدعو من أدبر ولذلك لاحظوا الدبر الدبر يكون لكل حشرة أو حيوان له سلاح في مؤخرته ولذلك الدبر اللي هو نوع من النحل وزنابير كما يسميها وهذه في اللغة الفصيحة يعني الدبر للنحل والدبر لمؤخرة الإنسان الدبر والدبر الدبر يطلق للمال الذي يبقى بعد موت مورثه كأنه ترى ما ذهب وبقي هذا المال بعد أثره يسمى دبر ونعم قال تدعو من أدبره وتولى الآن سأتكلم على ألفاظهم أرجع للآية مرة ثانية في جمع هذه المعاني في كيفية يعني يكون كيف يكون معنى الآية كاملا التولي الولاية هي الملازمة أصل الولاية هي الملازمة و فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي لازم بوجهك شطر المسجد الحرام فالولاية على هذا المعنى ولكن لاحظوا يعني تولى إذا عديت بحرف قد يتغير المعنى تولى عنهم يعني مثلا رغب فيه ورغب عنه فتولى عنه أي تركه أي ترك ملازمته إلى ملازمة غيره كأنه هذا المعنى أي تدعو من أدبر وتولى فالتولي على هذا المعنى كما قال تعالى هناك الولاية لله الحق نعم فالتولي على هذا المعنى ربما يسأل سائل يقول من أدبر فقد تولى من ترك شيء فقد تولى عنه نقول طالما أن القرآن عطف الإدبار على التولي إذن هناك فرق وخلاف دقيق وفرق دقيق بين الإدبار وبين التولي ذهب الإمام القرطبي أو ذهب الإمام الرازي قبلا ابتداء وتبعه القرطبي وتبعه الإمام النسابوري في الغرائب في الكشف والبيان عفوا في الغرائب غرائب القرآن ورغائب الفرقان قال أدبر أدبر عن طاعة الله أدبر عن طاعة الله وتولى غير الله وغير أمر رسوله و هذا معنى قول قتادة ومجاهد أيضا من قبل و ذهب البيضاوي قال أدبر أدبر إلى عن دين الله وتولى الدنيا أي لازم الدنيا هذا معنى أيضا آخر و ذهب الزمخ شريف الكشاف قال أدبر عن طاعة الله و تولى غير الله كانه على قريب من معنى الأول و ذهب ابن كثير قال تولى أدبر أدبر بقلبه و تولى بجوارحه عن أمر الله أدبر بقلبه أعرض بقلبه و تولى عن أمر الله بجوارحه أي أنه لم يقم بعبادة أو بأمر ما لاحظون أدبر و تولى القرآن له طريقة دقيقة و جميلة جدا في الجمع بين الألفاظ في قول الله تعالى يسارعون في الإثم و العدوان نحظوا الالتفاة الجميلة في قضية يسارعون في الإثم و العدوان يسارعون الإسراء معروف هو استعجال الزمن الإسراء نعم يسارعون والإثم الإثم هو وصف لكل فعل مبطئ عن الخير مبطئ عن الخير يسمى إثما و أصل اللفظة الإبطاء من أثمة الناقة إذا سارت سيرا بطيئا إذن الأثم فيه تأخر و العدوان من عدى الشيء إذا أسرع فيه و منها يعني حتى يركض نقول يعدو على اعتبار أنه يسرع في جريه في حركته و سمي العدو عدوا لأنه يسارع في إذائك أيضا على معنى الإسراء لاحظوا تركيبت الآية كيف تكون يسارعون في الإبطاء و الإسراء كأن هذا المعنى العام المجمل كيف يسارعون في الإبطاء و الإسراء كأنهم يسارعون في الإبطاء عما أمر الله به من طاعات و يسرعون فيما نهى الله عنه من المناحي لاحظوا كيف كيف الوصف كان في غاية الروعة جمع تأخرهم عن الطاعة و إبطاءهم عامدين عن الطاعة و إسراءهم الشديد إلى المعصية يعني ليس هو قضية أنه عدم فعل الطاعة و ربما يقع منهم المعصية لا لا هؤلاء ناس و ناس كانوا عامدين في الإبطاء عن الطاعة و مسارعين في المعصية و لاحظوا جمالية القرآن هنا قال أدبر وتولى و لاحظ حتى تركيبة الجملة تدعو من أدبر الذي يدبر يعني هو الإقبال مناسب لماذا؟ للدعوة دعا فلان أقبل عليه لكن هذه النار تدعو من أدبر ليس هناك أدبر عن الآخرة لا لأنه ليس هناك لا مفر يعني لا فرار هناك و لا مهرب هناك يعني و لا تحين مناص هناك ليس القضية أنه الكافر سيهرب هناك أو يختبئ في مكان لا لا هذا الأمر بعيد ولكن هنا أدبر فيما فعله في الدنيا فهنا جمعت بين الدعوة التي هي فيها معنى الإقبال و الإدبار الذي فيه معنى الذهاب و التولي الذي فيه معنى أيضا الذهاب إلا إذا فرقنا بين الإدبار و التولي فإنه أدبر عن أمره أقبل و تولى أمرا آخر فيكون كقول الله تعالى يسارعون في الإثم و العدوان فكأنه أدبر أدبر عن طاعة الله أدبر عن طاعة الله و عن طاعة رسوله و تولى المعاصي أو تولى الدنيا بزينتها و زخارفها فيكون معنى تدعو من أدبر و تولى لحظوا الآية هذه قال ابن عاشور هذه الآيات ضمت معاني عظيمة قال تدعو من أدبر و تولى و جمع فأوعى قالوا و أي و أي عظم في الإثم أكثر من الإنسان يدبر عن أمر الله و يتولى غير الله و يجمع المال إذا أخذنا على الجمع و هو الأشهر كما سنتكلم عنه و جمع المال و حبسه عن المحتاجين و عن مصارف زكاته و عن حقه حق الله فيه قال و أي شر إذا تجمع هذه الأوصاف في شخص واحد يعني هذه النار العظيمة على هذا التوعد لا تدعو إنسانا عاديا نعم سيدخلون جميع جهنم داخلين و لكن هنا المقصود في هذه الآية هم أناس كانوا ربما رأسا في الكفر إنما كانوا هم قدوة لغيرهم و كانوا مثالا لغيرهم في الدنيا و لذلك لاحظ قال تدعو من أدبر و تولى و جمع فأوعى و جمع أيضا الجمع هو ضم الشيء إلى الشيء فقالوا جمع إما تكون معنى جمع على معنى المال و أوعى أي جمعه فوضعه في وعاء حتى قالوا أن الثاني مترتب على الأول لا يمكن أن يوعي حتى يجمع فيعني الوعاء هذا كان لجمع المال و أيضا أورد ابن كثير قال ربما يعني جمع كما ورد عن بعض السلف قالوا جمع الخبائث جمع الخبائث و ليس المراد بها جمع المال و الأمر محتمل ممكن أن يكون لجمع المال أو جمع الخبائث أي جمع خبائث الصفات في نفسه تدعو من أدبر و تولى و جمع فأوعى هذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه و تعالى لهؤلاء الناس الذين كان لهم من الخلق السيء بحيث هذا الفعل في الدنيا في ترك أمر الله و تولي غير الله و جمع المال و عدم صرفه في حقه و عدم إعطائه للمحتاجين و إذا أخذنا على الخبائث فكلها المعاني مقبولة و كلها مرادة في الآية قال جمع فأوعى أي جعلها في وعاء أي أنه جمعها لا لأجل أن ينتفع بها و كثير من أهل الدنيا سبحان الله نراهم أنهم يكونوا يجمعون للدنيا و ما يكون لهم في الآخرة من نصيب تجعل هذه الأموال و يحاسبون عليها في ميزانهم و لن يأخذوا منها من أجرها شيء لذلك نحن قلنا كما ذكر عن المسعود رضي الله و تعالى عنه قال في المال شركاء ثلاث أنت و الوارث و القدر أنت و الوارث و القدر ثلاث شركاء في المال قال فالوارث ينتظرك أن تضع رأسك و يستاقوها و أنت ذمين و القدر لا يستأذنك أن يذهب بخيرها أو شرها و أنت الثالث الشريك الثالث مع هؤلاء قال فلا تكن أعجز الثلاثة لا تجعل القدر و الوارث يغلبونك على شيء من هذا المال لذلك قضية جمع المال جمع المال الله سبحانه و تعالى نعم قال و في أموال حق معلوم للسائل و المحروم هنا قال معلوم على مذابا كثير من أهل العلم قال أنه هنا في الزكالي أنه قال معلوم و قال في سورة أخرى قال و في أموال حق للسائل و المحروم قالوا هذه للصدقة و هناك من قال أنه يعني سنتكلم عنه إن شاء الله أنه قضية أنه هل نسيخة هذه أم لم تنسخ لكن ابتداء في المال حقوق كثيرة في المال حقوق كثيرة حقوق للفقراء الله سبحانه وتعالى الذي خلق وقسم المال بين الناس أعلم النبي عليه الصلاة والسلام المعادلة الاقتصادية التي لا يمكن لأي اقتصاد في العالم أن يعلمها إن الله أعطى الأغنياء ما يكفي الفقراء فإن جاء الفقراء كان حقيقا على الله أن يحاسب من أغنياءهم لأن الله لما قسم الأموال علم ماذا سيكون من حال الفقير وماذا سيكون من أحوال الأغنياء لذلك قسم الله قسمة حق وقسمة عدل بعلمه أنه أعطى لكل ذي حق حقه على أن نلتزم بذلك ولذلك جاء الحساب عظيما في قضية جمع فأوعى لأن الله علم أنه لو أعطى الأغنياء أموالهم ما بقي فقر لذلك أخواني لا تستغربون لم يكن في الدولة الإسلامية في الخلافة الإسلامية لم يكن هناك نفط عندما كان عمر بن عبد العزيز يعني الزكاة فقط الزكاة أكفت الفقراء أكفت الفقراء وسدت الحوائج وفتحوا أبواب للخير كثيرة وأطعموا الطيور وأطعموا القطة السائبة والكلاب أجلكم الله يعني أعطي كل مخلوق يعيش على هذه الأرض أخذ حقه واستوت الأمور وأخذ الولاة يكتبون يا عمر بن عبد العزيز أنه ماذا نفعل في المال ماذا نفعل في المال قد فاض عندنا المال وزوج الشباب وفعل أشياء كثيرة ليس بنفط ينتظر أوبك حتى تخفض سعر برميل النفط ولا ينتظر مؤسسة دولية حتى ترفع سعر النفط لا لا إنما كان في الزكاة لاحظوا لما قصرنا في بعض حقوق الله وقصرنا في أمر الله وقعنا في هذه المحاذير جميعها لذلك قضية النظر إلى قضية جمع فأوعى هذه آية عظيمة وإن كان كما قلنا يراد منها غير المال ولكن لو قلنا أنها في المال فليس في ذلك بأس لأن حقيقة قضية المال هو عصب الحياة وهو أمر مهم لإقامة الحياة على أن يكون المال ليس أصلا في قضية حياتنا إنما يكون وسيلة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى وفي الكلام بقية إن شاء الله نؤجله إلى الحلقة القادمة بعون الله تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته